وإذا بدنا نقول عندك زعيم في لبنان تؤمن فيه عندك شخصية إيادية تؤمن فيها كلا أبدا أبدا بالمطلق أؤمن بزعيم واحد وهو لبنان فقط لغير وليه ما عندك إيمان أبدا بأي شخصية ما عندي إيمان ولا بشخصية باللبنان لأنه أنا اللبنان اللي بحلم فيه ولا واحد منهم قدر يوصلنا لأله على مدى يعني يعني هون منك متأثر أبدا ببيك الوالد هو مع رئيس نبيه بردي بتحمل الوالد صح صح أكيد وليه أنت كل واحد عنده شخصية وعنده أراؤه وقت انفجار بيروت يعني كان عندك ردة فعلك كتير قوي أكيد طبعا مين بتحمل مسؤولية بالقضية كل الطغمة الحاكمة والشعب كمان الشعب اللي انتخابهم واللي جيبهم واللي كرر انتخابهم أنا بعتبر المسؤولية بتبلش عند الشعب وتنتهي عند الشعب شعبنا سعيد باللي هو فيه يعني الشعب برأيك هو المسؤولية شعبنا شعبنا سعيد باللي فيه سعيد نعم شعبنا سعيد بالمحسوبيات وسعيد بالانتماءات وسعيد بالتقسيم وسعيد بالفوضى وسعيد بالفساد لو كان شعبنا مش سعيد بهالقصص وهو فعلا مثل ما بيقول يضمر انه هو ضد هالأمور كلها سواء كان يتغير كل شيء بس لا مش مظبوط نحن منحب نقاطب ومنحب نزبط أمورنا ومنحب نستسنى ومنحب نتخطى ما فينا هيده بدمنا نحن عايشين على مبدأ الفوضى والفساد والمصالح الشخصية قبل المصالح الوطنية يعني بيضبط فينا المثل كما تكونون يولى عليكم مليون بالمية